أتمنى من كل قلبي الناس تدعم عمار في موكف أكرم أهم في موكف أحد عشان عدى بي فالموضوع صعب أكتر واحد حاسس بهم أنا عمار أول لما ربنا سبحانه وتعالى بتلاقي بالصليبي كنت أنا قدامه كده يعني هو كان هنا كده وأنا كنت قدامه في تأسيمي فاللحظة يعني عارف إنت اللي هو أول لما تصاب حسيت بصراحة ودموع نزلت دموع نزلت ومرضة شبين الناس من أنا ببكي فتعبيرات وشه كانت نفس تعبيرات وشه في مطشو سموحة أعلامها جامد صعيبا جدا جدا ومستحمل يعني مش أحد يستحمله وبعد العملية بقى بيبقى الأوجاع أكتر طبعا فالموضوع يعني أنا بقى يعني هو أصلاً ما كانش قاعد معي في القوضة في المواسكر ده فجبت وقاعدت معي وخلت أنا كان معي كريم فؤاد فخلت كريم فؤاد يروح يقعد مع أي حد تاني وجبت عمار يقعد معي عشان خطر عشان تتكلم معه كثير وتوصل له أصلاً يعني كلام أنا بيبقى عارف أنا بقول إيه بالزبط، واحد مجرب بالزبط فأنا بيعرف بالزبط أنا بقول إيه ممكن لعيبة تيجي تخش تقول مش أصداً حاجة بس ممكن تقول مثلاً كلام هو يحسه رخب يعني يأثر عليه نفسياً بالزبط، بالزبط، أنا أكتر واحد حاسس أنا أكتر واحد حاسس بكل كلمة هتطلع من بقي فلما خدته معي وأصلاً هو اللي طلب قال لي يا محمد بقى أنا عايزة عود معك أنا عايزة عود معك بشي عايزة أشوف حد طلوه تعال عمار عادت معي عارف أنا بقول إيه كويس عارف أنا بوجهه في إيه فحاولت على قد ما أقدر أشيل ولو جزء بسيط من الوجع الذي أحسه على قد ما أقدر بصراحة فربنا رب يا رب بجد يشفيه وإحنا عمار والله الجد كلنا يا بني بنحبك وكلنا في ظهرك وكلنا هندعمك إن شاء الله وإذن الله ربنا رب رجعك لنا بالسلامة وإحنا الدنيا وحشة من غيرك عمار دمه من أخاف الدم في الفرقة العمار روحوا حلوة فجده إحنا متأثرين جداً بغيابك عمار ربنا رب رجعك بأسرع وقت أنت وأكرم بإذن الله وإحنا في ظهركو دايماً يا رب إن شاء الله بإذن الله